اشتركوا في القناة انفرط في اي درجة من درجات المادة ديت لان احنا ان شاء الله عايزين مجموع فالمادة زمنها تلات ساعات مش محتاجة من حضرتك من طلبتنا شبابنا المتميز اللي هو التركيز وما يتكلمش مع اي حد ونبدأ ان شاء الله اولى حلقتنا من نهاردة ان شاء الله في المادة مع الباب الاول من مادة تكنولوجيا اعمال البناء وتعالى نشوف الباب بيتكلم عن ايه تمام ونتكلم اول درس واول باب معانا مقاومة المباني من الحوائط الحاملة للزلازل مقاومة المباني من الحوائط الحاملة للزلازل عناصر الدرس اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنها النهاردة اول عنصر الاعتبارات المعمارية الواجب مراعتها عند تصميم وتنفيذ المباني الحاملة في المناطق الزلزالية العنصر الاول الاعتبارات المعمارية الواجب مراعتها عند تصميم وتنفيذ المباني الحاملة في المناطئ الزلزالية العنصر الثاني الفواصل الزلزالية رقم ثلاثة الاشتراطات الاستثنائية في مباني الحوائط الحملة الاشتراطات الاستثنائية في مباني الحوائط الحملة رقم اربعة الفتحات في الحوائط الفتحات في الحوائط خمسة كاميراد الرباط تعال نشوف اول عنصر من عناصرنا اللي هنتكلم عنها النهاردة الاعتبارات المعمرية الواجب مراعتها عند تصميم وتنفيذ المباني الحملة في المناطق الزلزلية اي الاعتبارات سؤال مهم وبييجي في الامتحان لما يجي يقول لي ما هي الاعتبارات الواجب مراعتها عند تصميم الحوائط الحملة في المناطق الزلزلية المناطق اللي بتتأثر بالايه بالزلازل تعالوا نشوف اول حاجة كدوات مع بعض اللي احنا هنتكلم عنها اول عنصر بنتكلم عنه النهاردة الاعتبارات واول اعتبار ان كتلة المنشأ كتلة المنشأ لازم ان تكون منتظمة كتلة المنشأ يعني المبنى بتاعي لازم ان يكون منتظم الجزء اليمين زي الجزء الشمال الجزء اليمين اكبر في احماله او يجب ان تكون كتلة المنشأ يجب ان تكون كتلة المنشأ الخالية من الفواصل منتظمة الشكل يجب ان تكون كتلة المنشأ الخالية من الفواصل منتظمة الشكل يعني الكتل المنشأ بتاعي اللي انا هصممه لو انا مش هعمله فواصل لازم ان يكون منتظم لازم ان يكون ايه لازم ان يكون منتظم طب لو الفواصل ديت لو لو انا عملت المنشأ بتاعي لو هو الاشكال بتاعته مش منتظمة ايه اللي هيحصل لازما في الحالة دية لازم مش بما زجنا لازما اعمله فاصل ايه زلزالية اجز المبنى بتاعي لكتل كتلة اليمين الكتلة الشمال فاصل ما بينهم الكتلة الايه الكتلة التانية اللي في النص يبقى انا المبنى بتاعي متكون من تلك كتل كتلة يمين كتلة في النص كتلة في الشمال ما بين الكتل دي بدل ما أنا عملت المبنى بتاعي عبارة عن جسم واحد لا أطعته على سبيل إن كل جزء يبقى منفصل عن الثاني عملته أطعته إزاي أو فصلته إزاي عملت فواصل زلزلية على سبيل إن الجزء المبنى كله لقدر الله حصل أي حاجة المبنى كله ما يتأثرش ممكن يكون الجزء الأول أو الجزء الثاني من المبنى أو الجزء الثالث تعال نشوفه نكمل مع بعدي كده يجب أن تكون كتلة المنشأ الخلية من الفواصل منتظمة بقدر الإمكان طب لو هي ما قدرتش حق الشرط ده أو الواجد ده أو المراعدية أو النقطة دي إلا هيحصل وفي حالة صعوبة جعل كتل المبنى غير منتظمة كليا إلا هيتم فإنه يجب عمل فواصل زلزالية بحيث يتم تقسيم المنشأ إلى عدة كتل تعال نشوف مع بعدي زي الشكل ده بالضبط كده يبقى أنا كتلة ناحية جهة اليمين كتلة اللي في المنتصف كتلة جهة الشمال والكتلة اللي في اليمين قد الكتلة اللي في الشمال طب تعال بعد جدوات ده كده أول نقطة في الاعتبارات لما تيجي تصمم لما تيجي تصمم أي مباني أي مباني في المناطق الزلزالية والمباني دي تكون بالطريقة الحوائط الحملة يعني حوائط حملة بنراجع برضو المعلومة دي حضرتك أنت خدتها في سنة تانية الحوائط الحملة ده نظام من نظم الإنشاء بتاعتي اللي هو فيه عندي نظامين اللي هو المتعارف والطلبة بتاعتي عرفاه فيه عندي نظام بالحوائط الحملة وفيه عندي نظام اللي هيكلة النظام الحوائط الحملة اللي هو بتبني الحوائط وبعد جواب بايه بروح جاي بالراجل بتاع الخرصانات يروح شديد للشدة بتاعتي ويروح صابي بالقمر وبلط السقف مع بعض طيب القمرة وبلط السقف دي مين اللي شايلها اللي شايلها الحوائط عشان كده أنا سميتها حوائط حملة حوائط شايلة شايلة ايه شايلة الأحمال اللي فوق اللي هي بلط السقف والقمرات يبقى ده النظام البلدي اللي هو متعرف عليه والطبيعي تمام بتاع بتاع الوسط اللي ايه يعني الواسط الشعبي في عندي النظام التاني اللي هو النظام اللي هيكله ان انا بعمل العظم بتاع المبنى بتاعي تمام العظم ده عبارة عبارة عن ايه عبارة عن اواعد ميد تمام او سميلات وبطلع بالاعمدة الاعمدة دي مربوطة من فوق بالقاميرات القاميرات دي مصبوب عليها او مصبوب معها اللي هي بلط السقف يبقى انا عملت العظم في مجرد في الحالة دي ان انا عملت الحائط الحائط ده عبارة عن سطارة ممكن اشيلها من المكان ده تمام وانقلها في المكان اللي بعده يبقى انا في الحالة دي عند الحواتر مش شايلة حاجة عبارة عن ستاير تفصل لما بين مكان ومكان تمام في الحالة الاولى كانت الحوات هي اللي شايلة فما ينفعش ان انت تغير ايه مكان الحيطة من مكان لمكان او تنقلها من مكان لمكان او تهد عشان توسع مثلا تدخل قطين في قلبه بعد وتوسع على نفس النظام ده وتما ينفعش تمام يبقى ده بالنسبة للايه الاعتبارات لما يجيلي سؤال اذكر الاعتبارات المعمارية الواجب مراعتها عند تصميم ونخلي بالنا من ايه من الالفاظ عشان فيه اسئلة ممكن تتشابه عند تصميم وتنفيذ المباني الحملة في المناطي الايه الزلزالية يبقى اول نقطة تعال نشوفها مع بعض كده يجب ان تكون كتلة المنشأ الخلية من الفاصل منتظمة بقدر الامكان طب لو ما تحققش الشرط ده وقدرت ان انا اخلي الكتل ديت منتظمة تمام يبقى في الحالة ديت هعمل ايه لازم اعمل لها فاصل زلزالية بحيث يكون كل كتلة منقسمة ايه منقسمة عن الكتلة اللي بعدها طب تعال نشوف النقطة التانية مع بعض يجب ان توزع عناصر المنشأ يجب ان توزع عناصر المنشأ توزيعا منتظما لاوزان واحمل هذه العناصر يعني ايه الكلام ده العنصر التاني بيقول ايه العناصر المنشأ عناصر المنشأ يعني ايه كلمة عناصر المنشأ ديت احنا عندنا المنشأ ده بيتكون من مجموعة عناصر ايه هي العناصر ديت عند الاواعد ده عنصر عند العمدان عنصر عند الحوائط عنصر عند القامرات عنصر. عند الاعتاب عند الفتاحة للشباب عنصر. عند فتاحة الابواب عند القامرات عند بلط السف دي عناصر بتكون مع بعض. تجمع مع بعض. يكون للمنشأ. ليهو بيكون من مجموعة من مجموعة من عناصر انشئية. مجموعة من عناصر ايه انشئية. لازم العناصر ديت تكون متوازنة. تكون متمثلة. تكون متمثلة من حس ruggedness. حضرتك لما بتاخد حساب الانشاءات عندك في المادة ديت درس اسم ردود الافعال ردود الافعال ديت فيه عندي نوع من انواع القمرات اسمه قمرات المتماثلة ايه هي القمرات المتماثلة ديت هي القمرات اللازي ازا لو انت اسمتها من النص ازا تم قسمتها من المنتصف نجد ان الجزء اليمين يساوي الجزء الشمال منحس ايه مش منحس الشكل بس لا منحس الاحمال الاحمال ومنحس ايه المسافات من حيث الاحمال ومن حيث المسافات. المسافة اللي في اليمين دي. قد المسافة اللي في الشمال. الحمل اللي في اليمين اللي واقع عليها. الجهد اللي هي. اللي هيقع على القمرة ديت. الحمل ده. قد الحمل ده. لو في الحالة ديت. الاحمال قد الاحمال. والمسافات قد المسافات يبقى القمرة دي متمثلة. طب لو حصل اختلاف من ايه? من حاجة من الاتنين. لا احمال اختلافة. المسافات قد بعضية. بس الحملة هنا اتنين تن والمحن لهنا تلاتة تن في الحالة دي هتقول ليه قمرة غير متمثل يبقى لازم لازم الاوزان لازم الاوزان الوزن اللي هنا قد الوزن اللي الوزن اللي في اليمين قد الوزن اللي في الشمال هنا لو انت صممت المبنى بتاع والوزن هنا تلاتة تن يبقى لازم من هنا تلاتة هنا خمسمائة تن يبقى هنا خمسمائة تن عندي ايه تاني ده احنا اتكلمنا على الاوزان تمام طب ايه هي الاحمال عند نوعين من الأحمال عند أحمال حية وعند أحمال ميتة الأحمال الحية اللي هي أي أحمال متحركة بتمشي في المبنى أي حاجة بتقدر تنقلها في المبنى من مكان لمكان شلت كرسي من مكان لمكان الشخص دوت اتنقل من مكان الشخص ذات نفسه ده حمل إيه حمل متحرك يبقى أحمال حية شلت الكرسي شلت الدولاب شلت السرير شلت شفنيرة شلت تربيس الصف دي اسمها احمال ايه اسمها احمال حية او احمال متحرك اما الاحمال الميتة اللي هي الاحمال السبتة اللي انت ما تقدرش تحركها من مكانك طب اللي موجود الاحمال الميتة اللي هي الاحمال السبتة اللي موجودة في المبنى بتاعي اللي هي اجزاء المبنى اجزاء المبنى ما اقدرش احرك حيطة من مكان لمكان تمام ما اقدرش انقل عمود من مكان لمكان يبقى اجزاء المبنى دي اسمها احمال ميتة احمال سبتة ما اقدرش انحرك يبقى الاحمال اللي في اليمين قد الاحمال اللي فين اللي في الشمال والاوزان اللي في اليمين لازم ان تكون قد الايه الاوزان اللي في الشمال عشان يحصل انتظام للمبنى يبقى المبنى عندي ايه العناصر المنشاة دي منتظمة ومتوزعة بانتظام بكامل طول المبنى بكامل طول ايه المبنى تعال نشوف العنصر التالت تعال نكمل بقى مع بعض العنصر التاني مع بعض هو يجب ان توزع عناصر المنشأ توزيعا منتظما لاوزان واحمال هذه العناصر ويراع ان تكون العناصر ذات الاوزان والاحمال الكبيرة في الادوار السفلية يعني انت دلوقتي يا باش مهندس بنيجي نبص كدهوت في المبنى بتاعي بروح جاية رح اقيل لك ايه لازم للحوائط في الضر الارضي في الاساسات تطلع مثلا سمك خمسة وعشرين ما تقلش عن خمسة وعشرين ممكن تبقى تمانية وتلاتين العمود العمدان في الضر الارضي لازم ان تكون الاعمدة دي الضخمة مثلا ايه متر في خمسين او متر في سبعين او متر ونص مثلا في خمسة وسبعين او متر خمسة وسبعين في متر مثلا على حسب الاحمال والاوزان طب لو انا عندي احمال تقيلة اخليها في الضر اللي فوق في الضر العلوي مثلا في الضر السابع او الثامن او العشر لا باش مهندس لو فيه عند احمال تيلة لازم ان تكون قريبة من ايه من الارض يبقى انا خليها في الادوار السفلية الدور الاول او الدور التانية او الدور التالت هعمل مثلا مستشفى المستشفى دي فيها اجهزة وامكانيات اجهزة اشاعة تمام اجهزة تحاليل كل الاجهزة دي ما خلاش مثلا في دور علوي لما تيجي مثلا تأجر حاجة في المبنى بتاعت يبقى انت هتعرف النشاط بتاعه ايه هتقوله لا يبقى ده يناسب الدور الارض عشان الاجهزة والاحمال والاوزان يبقى لو فيه لو فيه عندي اوزان واحمال كبيرة ضخمة يبقى لازم ان تكون قريبة من ايه من الادوار السفلية اول مثلا ثلاث اربع خمسة دوار بعد كده هو بتبدأ تلاقي ايه سمك الحيطة بدأ في الادوار العليا يبدأ يخف بدل اما انت بدأت ايه بثمانية وتلاتين سنتي اللي هو سمك ايه سمك حيطة الحيطة بتاعتي قلب ونص لا هتبدأ تقلي معايا تبقى مثلا سمك قلب سمك بعد كده هو تلايه سمك نص ايه نص قلب وهكذا عند العمدان بدأت مثلا باتنين متر مثلا في الدور الارضي تبدأ مثلا ايه مية متر خمسة وسبعين تبدأ تقلي معايا وهكذا الاحمال والاوزان تبدأ تقلي في الايه في الادوار العلوة تعالى ننتقل للعنصر التالت مع بعض العنصر التالت او النقطة رقم تلاتة بتقول يجب عدم تغيير اتجاه الحوائط من دور الى دور اخر عدم يجب عدم تغيير اتجاه الحوائط من دور الى دور ايه اخر يبقى اول حاجة في النقاط الواجب مراعتها عند عند ايه تصميم وتنفيذ المباني الحاملة في المناطي الزلزلية قلنا ايه يا باش مهندس لازم ان القتل منتظمة لازم ان القتل تبقى منتظمة في الايه عندي المبنى بتاعي عبارة عن قتل اليومين قد الايه الشمال طب لو في الحالة ديت لو ما لو ما معرفناش نوفر العنصر دوت هنعمل ايه لازم حضرتك تعمل ايه فواصل زلزلية تأسم المبنى بتاعي لمجموعة ايه مجموعة الكتل مش كتلة واحدة العنصر التاني قلنا ايه باش مهندسين اه حد يفكرنا كده ايوا هنيجي نبص جدوات مع بعض العنصر التاني ان عندي الاوزان والاحمال لازم ان تكون ايه متساوية لازم ان تكون ايه الاوزان والاحمال متساوية وخاصة لو في عندي توفر احمال سقيلة هتبقى فين موجودة فين موجودة في الادوار السفلية طب تعالي نشوف مع بعد كده النقطة التالتة يجب عدم تغيير اتجاه الحوائط من دور الى دور اللي من ايها في الحوائط الحاملة ان انا مسلا ايه داخل مسلا داخل علينا العيد مسلا والحاجة مسلا عايزة ايه عايزة تعمل تغيير في الشقة ما تجيش تقول مسلا ايه انا عايزة هد الحطة دي اتوسع واعمل اعمل اعمل مفتوح على اقول الحجرة قدت الصفرة لا ايها باش مهندس ما تقدرش ان انت تتغير هتيجي الدور الارضي او الدور الاول او الدور او الدور العاشر موجود الحطة ديت ما تقدرش تشيلها في الدور اللي بعدها الحوائط الحوائط بقت ثابتة خلاص ما ايه لان هي شايلة ايه شايلة الاحمال اللي هتقع عليه يبقى ما تقدرش النقاط اللي واجب مراعتها ان انت ما تقدرش تغير اتجاه حطة من دور لدور الدور ده الحطة ديت موجودة في الدور ده افقي تمام هتبقى هتلاقي في الدور اللي بعدها افقي ما تجيش انت تقول لي مثلا ايه اغير الشكل واقسم مثلا الاتجاه ده واقسمه مثلا اللي قطن يبقى انا اعملها رأسي ما تغيرش اتجاه الايه الحوائط طب تعالنا نشوف مع بعض كده النقطة رقم اربعة يجب تفادي استخدام اكثر من نظام انشاء في البناء يجب تفادي استخدام اكثر من نظام في من نظام انشاء في الايه اثناء البناء يعني ايه النقطة ديت يا باش مهندسين حد يفكر كده احنا اتكلمنا في بداية الحلقة وبالصدفة بنقول عندي نظامين للانشاء نظام ايه 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 نظام البناء بالطريق بطريقة الحوائط الحملة وعندي نظام بلايه نظام البناء بالايه بالطريقة اللي هو المبنى هيكلة طيب ما ينفعش ان انا بدأت المبنى بتاعي من الاساس ان انا طلعت نظام هيكلة يعني عملت العظم بتاع المبنى واجه مسلا في الدور الخامسة او السادس او السابع عشان اوفر اروح مغير نظام الانشاء وارح قلبه الايه الانشاء بالبناء اللي هو بالطريقة الحملة تمام طيب ما ينفعش ان حضرتك عملت النظام التالت اللي هو المتعارف اللي هو عن طريق ايه الحوائط الجهزة الحوائط الايه ايه الكلام دو اول مرة اسمع عن طريق الانشاء بالايه عن طريق الحوائط او البناء بالحواتي الجهزة ايه الكلام دوت يا بشمهندسين ايوة عندي ان انا ممكن اروح لمصنع او لشركة او لهم انا عايز ابني الشقة ديت او دورين او تلاتة باستخدام الانشاء بالحواتي الجهزة الحواتي الجهزة يعني هي مضبوطة في المصنع البشمهندسين جم الموقع وخدوا المقاسات على الواقع وقال لك فيه هنا شباك فيه هنا باب ارتفاع الشباك مثلا بيبعد من الارضية لأول الشباك اللي هي جلسة الشباك دي ارتفاع متر ارتفاع تسعين ارتفاع تمانين ومحدد كل حاجة ومفصلها ورسم كل الرسومات والتفاصيل حتى مكان المواسير بتاعت الكهرباء عامل حسابها مكان العدات بتاعت الكهرباء مكان الفتاحات بتاعت المكان الفتاحات المفاتيح بتاعت الكهرباء معمول حسابها كل الكلام ده جاهز الحيطة بتيجي بتترفع بالونش بعد كده هو تخش الحوات مع بعضها تتركب وتتربط بمصامير هتلاقي ان شقة اتجمعت لك في ايه في خلال تقريبا ستة او تمان ساعات ده اسمه النظام الايه النظام الحوائط الجاهزة او البنابذل ايه بالحوائط الجاهزة طيب ماجيش بقى ابني بالنظام الجاهز وبعد جهوات يا بشمهندس اروح قالي بالنظام اروح رافع مسلا باية الادوار عشان اوفر اللي هو نظام الحوائط الحامل او النظام الهكالي اعمل عمدان لا يا بشمهندس هو نظام واحد ما يتغيرش في الاماكن الزلزلية ان انت ما دايه ان انت تستخدم نظام واحد في الانشاء تعال نشوف العنصر او النقطة الاخيرة من النقاط الواجب مراعاتها بيتقول ايه يجب تفادي او تقليل استخدام العناصر اللازمة للديكور او الترابزين او البلكونات او ما شابه ذلك من الاجزاء التي تكون عرضة للسقوط اثناء الزلزال في عندنا يا شباب في حاجات كده هو كمليات في عند حاجات كده هو باستخدمها عشان تجمل للمكان اللي مثلا زي القرانيش زي الترابزين مثلا اللي هو الكوبستة اللي انا هستخدمها هستخدمها في السلالم عشان تمنع من وقوع تمنع الشخص اللي هو طالع او نازل تمنعه من السقوط انه هو يقع الترابزين ده اللي هو الحائط اللي هو موجود على السلم ان الحاجات الشكليات البسيطة دي بدل ما هي هتتعمل من الطوب تمام او القرانيش جاية اقلل في المناطق الزلزلية من تكلفتها لو حضرتك صاحب مزاج يبقى انت بدل ما ايه بدل ما تفتح في التكلفة بتاعتها وتعمل كل حاجة والنظام البهرجة دوت ما ينفعش في المناطق الزلزلية الحاجات الضعيفة اللي هي تبقى عرضة للسقوط ان هي تقع مسلا زي الدروة اللي هو اخر جزء في المبنى بتاعي تمام اللي هو السطح عندي فوق السقف دوت بروح مصور السقف السطح بتاعي بجزء من المباني بس ما ينفعش مباني لازم اصوره من الخرصانة عسانة التوب في بعد بعد الزلزال بتاعت السنة التسعين ده تمام كانت الدراوي اللي هو الجزء بتاع الصور اللي هو اللي بيتبني في السطح من فوق اخر الدور فوق تمام عشان يمنع اي حد ان هو يبصك دوت ورأسه تتقل يروح واقع تحت في الشارع لا بيروح مصور لك الايه السطح من فوق بارتفاع مسلا تسعين الجلسة ديت بنسميها الدروة الدروة ديت بعد الزلزال تسعين قال لك يا باشمونديس لازم ان تكون معمولة من الخرصانة فانا ما اعملش بقى الحاجات اللي هي البهرجة اللي هي مسلا اشكال الزينة في الشوق قرنيش مسلا او مسلا اعمل بيت نور او او الكلام دوت اقلل على على قدر الامكان من التكلفة ديت لان هي عردة للايه عردة للسقوط وزي ما احنا عارفين اضعف جزء في الفترة بتاعت الزلزال الزمن القصير بتاع الزلزال دوت اضعف جزء في المبنى اللي هو الجزء السلم عشان كده قد بننسح اي حد لقدر الله لقدر الله حصل اي حاجة ما تقفش على السلم ققف ما ايه ققف تحت القمر اقف عندي ايه تحت القمرات تمام ما بين ما بين جزئين كده هوت ويبقى فيه كاميرا عمودين مسلا حضرتك تقف في ايه في افضل مكان هو الجزء ده ما تطلعش فوق السطح وتقول مسلا اوقف مسلا في السطح لا يا باشمانز اقف ما بين ايه تحت القمرات طيب تعالا بقى نشوف النقطة الاخيرة ونذكرها كده هوت يبقى احنا قلنا الخمس نقاط يجب تفادي او تقليل استخدام العناصر اللازمة للدكور يبقى انت لا تفاديها ما تعملهاش او حضرتك صاحب مزاج يبقى انت هتقلل من الاستخدام للعناصر عناصر ايه الدكور او التربزين او البلكونات اللي هي البلكونات او زي ما قلنا الدراوي تمام او ما شابه ذلك التي تكون عرضة للايه للسقوط اثناء الليه الزلزال ده كان اول عنصر في الحلقة بتاعتنا الليه النقاط الواجب مراعتها عند تصميم وتنفيذ الايه عند تصميم وتنفيذ البناء الليه الحواتي الحملة تمام اسأل ليه في المناطق الزلزالية تعال نشوف مع بعد كده العنصر التاني بيتكلم عن الفواصل الزلزالية الفواصل الزلزالية لما يجي يقول لي سؤال اسكر العناصر او ما هي النقاط الواجب مراعتها ما هي النقاط الواجب مراعتها عند تصميم او تنفيذ الفواصل الزلزالية ايه النقاط سؤال مهم وبسيط تمام حضرتك لازم ان تكون عارف وانتكلم على الفواصل الزلزالية اول عنصر من الفواصل ديك يجب ان تكون تعالى مع بعض كده يجب عمل فواصل يجب عمل فواصل زلزالية بين اجزاء المنشأ في الحالات الايه التالية يبقى ممكن يجي ممكن مسلا حد يستفسر منك امتى اعمل فواصل زلزالية واحد ايه ايوة انا سامح حد بيقول لي انت النقطة ديك اتكلمت عليها امتى اعمل فواصل زلزالية في الاول في النقاط الواجب مراعتها قلت يا باشماندس لازم ان يكون ايه المبنى عبارة عن كتل والكتل دي تكون منتظمة الشكل منتظمة الايه منتظمة الشكل من حيث الاحمال والاوزان طب لو ما انتظمتش في الحالة دي تقولنا ايه لازم حضرتك يا باشماندس تعمل فواصل ايه فواصل زلزالية طيب انت من غير ما نتكلم ومن غير ما نجيب النقطة هتقول ليه النقاط التي يتم تنفيذ عمل فواصل زلزالية في الحالات التالية هي في حالة انه ما يكونش المبنى بتاعه عبارة عن كتل في الحالة دي هتعمل فواصل ايه زلزالية عندما يكون المنشأ في المسقط الافقي غير ايه غير منتظم من حيث الشكل او الايه او التحميل الشكل اللي هو الايه الاوزان بتاعتي الوزن اليمين ادي الوزن اللي ايه الشمال او التحميل اللي هو الاحمال تعال نشوف كده هو تبص كده اهو عندي جايب لك صورة تمام بتوضح لي مبنى غير متماثل في المسقط الافقي منفز بدون فواصل للزلازل عندي الجزء التاني او الرسمة التانية مبنى غير متماثل مبنى غير المتماثل بس هنا في الحالة دي اتعملوا ايه اتعملوا فواصل هنلاحز ان الفواصل ديت عبارة عن ايه عبارة عن بناء حائطين والمسافة وفي مسافة ما بينهم وليكن مثلا تلاتة سنتي بس التلاتة سنتي ديت يا بشمال شاسبها فاضية عشان مثلا حشرات تعدي منها مثلا او او كلام دوت او او يبقى ايه مكان ان هو الحشرات تتربى فيه تمام لا يا بشمال لازم يتملي ما تقولش مسلا انا هسد واملاه مسلا بطبيعة الاسمنت يبقى انت حضرتك ما عملتش حاجة لازم ان ابدل املاه الفاصل ده بمادة قابلة لايه للحرقة ان المبنى دوت يروح ويجي معايا تمام يبقى ديه منظر المبنى بتاعي شكل المبنى بتاعي ان انا قسمت الكتل الكتل ديت ما بينها وما بين بعضها فواصل ايه زلزلية يبقى في الحالة ديت لما يجي يقولي الفواصل الزلزلية او النقاط الواجب مراعطية في الفواصل الزلزلية هنقوله ايه يتم عمل فواصل زلزلية في الحالات التالية ايه اول حالة لما يكون المبنى بتاعي في المسقط الافقي غير منتظم سامع سامع حدك دوت بيقولي المسقط الافقي يعني ايه مسقط افقي يا بشمهندس المسقط الافقي حضرتك يعني باصس راكب مسلا طيارة من فوق راكب طيارة من فوق وباصس من فوق لتحت يبدا انا ده بسميه مسقط ايه مسقط افقي ناظرا من اعلى لاسفل ناظرا من اعلى لاسفل طب لو انا بصت من ايه بصت العالة المبنى بتاع او الشكل بتاعي او الاوضة اللي انا قاعد فيها بصت عليها من تحت لفوق يبدا ده اسمه مسقط افقي بس ناظرا من ايه من اسفل لاعلى ده اسمه ايه مسقط افقي بس تحديد الاتجاه باصس عليه من فوق لتحت ولا باصس من تحت الفوق ده كلمة ايه ذهب كلمة مسقط افقي. طيب تعال نشوف النقطة التانية. في الفواصل الزلزلية. عندما تختلف ارتفاعات اجزاء المبنى بما يزيد عن ستة متر. عندما تختلف ارتفاعات اجزاء المبنى بما يزيد عن ستة متر. يبقى في الحالة ده هتعمل فواصل ايه? فواصل زلزالية. تعال نبص على الشكل اهو. عندي المبنى اهو. تمام? في فال فيه الفرق ما بين جزء المبنى ده وجزء المبنى ده فيه جزء المبنى قصير ومبنى طويل والفرق ما بين المبنى دوت يا باش مهندس والمبنى الطويل والمبنى القصير ده فيه فرق ما بينهم ايه اكبر اكبر من ستة متر اول ما تلاقي فيه فرق ما بين ارتفاعات المبنى اللي هي اجزاء المبنى بتاعي هتزيد عن ستة متر يبقى في الحالة ديت يا باش مهندس حضرتك هتعمل فاصل ايه فاصل زلزالي يبقى اول حاجة الحالات التي يجب ان يتم عمل فاصل زلزالية فيها قلنا ايه باش مهندس اول نقطة ايوة حدي اهو النقطة بتقول ايه عندما يكون المسقط تمام غير منتظم عندما يكون المسقط الافق ايه غير منتظم طيب النقطة التانية عندما تختلف ارتفاعات اجزاء المبنى بما يزيد عن ستة ايه عن ستة متر يبقى اول حاجة عندي عشان اعمل فاصل زلزالية يبقى لازم ان يكون المبنى بتاع ايه غير منتظم غير منتظم من حيث الشكل والايه والاحمال او من حيث الاحمال وايه الاحمال والاوزان ده اول عنصر في الحالة دي لازم اعمل فاصل ايه زلزالية طب العنصر التاني او النقطة التانية في حالة ان في عندي اختلاف في ارتفاعات المبنى في اجزاء المبنى والارتفاع ده هيزيد الجزء اللي هو في اليمين عن الجزء الشمال الارتفاع او الفرق ما بين المبنيين هيزيد عن ستة متر يبقى في الحالة ديت يا باش مهندس اعمل ايه? لازم اعمل فاصل زلزالة. الفاصل الزلزالة دوت يا باش مهندس. قدره ادي ايه? قدره تلاتة سنتر. لازم ان اعمل حيطة فيه اعمل الفاصل ده عبارة عن حائطين. قالي بين طوب. بس الفاصل ما بين القليبين دول. تمام? المسافة اللي ما بينهم ديت. ادي ايه? تلاتة سنتر. التلاتة سنتر ديت. على طول بكامل ارتفاع المبنى. لا يا باش مهندس. بعد ارتفاع معين هنقول عليه عشان ايه? ما ننطش نقطة عن نقطة. تمام? هيبدأ يزيد الفاصل ده بارتفاع واحد سنتر كل تلاتة متر. تعال نشوف مع بعض كده. عندما تكون طبقة التأسيس متبينة. يبقى انا عندي ايه? الحالات اللي يجب عمل فاصل زلزلية فيها. كم حالة? ايوا? اربع حالات. اول حالة اللي هي ايه? ايه? السامعة هو الشباب بدأت تتجاوب معايا. تمام? اول نقطة. تمام? انه يكون المبنى ايه? غير منتظم. النقطة التانية. ايوا? مع بعض كده. عندي النقطة التانية ايه? مش شرط ان احنا نقولهم ليه? يعني لازم ان يكون راسك دوات يا بشمانس. لا ايه يا بشمانس? اللي حضرتك تفتكره هتقوله. النقطة التانية عندما تختلف ارتفاعات اجزاء المبنى بما يزيد عن ايه? عن ستة متر. طب ايه تاني? عندما تكون طبقة التأسيس متبينة. يعني فيه تفاوت ما بين طبقة التأسيس. يعني ايه طبقة طبقة التأسيس? طبقة الاساسات بتاعتي? حضرتك عارف ان ان انت عشان تعمل الاساس اللي هو عبارة عن اواعد اواعد وميد وجزء من العمود اللي احنا بنسميه رقبة العمود الجزء اللي هو بيدفن جوه في الارض ده بنسميه الاساس. لازم ان الاساس زوت عشان يتعمل لازم ان اوصل للطبقة الصلبة اللي هي? الطبقة الصخرية الطبقة الصالحة للتأسيس عشان ما يحصلش هبوط لليه? للمبنى بتاعي. طيب ممكن يكون طبقة التأسيس زيت او طبقة الاساس بتاعت دي الطبقة اللي هتحط عليها الاساس زيت يا بشماندس على ارتفاع في الجزء ده تلاتة متر. عندي في الجزء ده اللي هو في الشمال على ارتفاع او على عمك مسلا ستة متر او خمسة متر يبقى في حالة ان في تفاوت ما بين طبقات التأسيس يبقى في الحالة ديت يا بشماندس بعمل ايه? فاصل زلزالة. فاصل ايه? فاصل زلزالة. طب تعال نشوف نقطة رقم اتنين في الفاصل الزلزالية يتم عمل الفواصل بتنفيس حائطين متجاورين. يتم عمل الفواصل بتنفيس حائطين متجاورين زي ما قلناها. طيب في حالة عدم اجراء النقطة دي مهمة. في حالة عدم اجراء حسابات انشائية دقيقة في الحالة دي. ايه اللي هيتم? يتم تنفيس الفاصل الزلزالي بعرض تلاتة سنتي. حتى ارتفاع ادي ايه? تسعة متر. حتى ارتفاع ايه? تسعة متر. يعني ايه? الكلام دوت يا بشماندس زي ما قلنا. في الاول حضرتك هتعمل فاصل الزلزالي. طب الفاصل الزلزالي دوت بيتعمل ازاي يا بشماندس? اروح جاي كده اروح اتقالب توب واسيب مسافة بالمتر كده ايه? ايه? تلاتة سنتي وارحاتة قلب التوب التاني. واطلع بارتفاع المبنى بتاعي. لغاية مسموح للتلاتة سنتي دي ما تتغيرش. حتى ارتفاع ادي ايه? حتى ارتفاع تسعة متر. طب لو زاد الارتفاع بقى عدينا التسعة متر ووصلنا مسلا للاتنشر او التلاتتاشر. في الحالة ديت يا بشماندس قلت لك هيزيد هيزيد العرض ده. بدل ما هو تلاتة هيزيد سنتي كمان. بس السنتي ده هيوصل لغاية اخر المبنى. لا يا بشماندس هيزيد كل كل تلاتة متر. كل ما تعدي تلاتة متر العدات بتاعت يعد تلاتة متر هتوسع ليه? الفتحة بتاعتك ديت. وديه? وتعمل وتوسع الفاصل الزلزالي ده. يبقى الفاصل الزلزالي سمكه تلاتة سنتي. وبيتبني بقى ايه? بحاقتين. حاقت يمين وحاقت شمال. والفاصل ما بينهم تلاتة. حتى ارتفاع ادي ايه? تسعة متر. بعد التسعة متر يبدأ يزيد الفاصل ده بمقدار ادي ايه? واحد سنتي. واحد سنتي ده كل تلاتة ايه? كل تلاتة متر. طب الستة متر يبقى تزيد اتنين سنتي. التسعة متر كمان يبقى اتفاع ايه? تمنتاشر. التسعة الاولانيين اللي تحت سمكهم كم? تلاتة. طيب التسعة التانيين التلاتة دي بقت اربعة والتلاتة اللي بعديهم بقى كم? بقيت ايوة بقت خمسة سنتي. والتلاتة اللي بعديهم بقت ستة سنتي وهكذا. كل ما انت هتطلع تلاتة متر في الادوار اللي فوقية بعد التسعة متر هيزيد اللي هيزيد عرض الفاصل بايه? بمقدار اديه واحد سنتي. تعال نشوف ايه اللي بعد كده? نقطة الرقم اربعة يجب الا يزيد يجب الا يزيد طول المبنى بدون فواصل عن خمسين متر. يجب الا يزيد طول المبنى بدون فواصل عن خمسين متر. طول عندي طول المبنى ادي يا يا شباب طول المبنى خمسين متر. طالما ما تعداش الخمسين متر ما اسموح لي ابي شمدس ان انا ما عملش ايه? ان انا ما عملش فاصل. بس طالما عدى الخمسين متر يبقى في الحلقة دية لازم انت تعمل له فاصل ايه? فاصل زلزالي. طيب. تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. ننتقل للعنصر التالت في الحلقة بتاعتنا. احنا قلنا في بداية الحلقة كم عنصر? خمسة. العنص اللي تكلمنا على نقاط الواجب مراعطية عند تصميم وتنفيذ الحوائط الحملة في المناطي الايه? الزلزالية. العنصر التاني اتكلمنا على ايوة الفواصل الفواصل الزلزالية ذات نفسها. طب تعال بقى نشوف العنصر التالت في حلقتنا هيتكلم عن ايه? الاشتراطات الاستثنائية في مباني الحوائط الحملة. الاشتراطات الاستثنائية في مباني الحوائط الحملة. سؤال مباشر وممكن يجيلي اذكر الاشتراطات الاستثنائية عند تنفيذ مباني الحوائط الحملة في المناطق الزلزالية السؤال تانا هو بنعيده عشان حضرتك تبقى انت عارف سيغد السؤال ممكن تجيلي ازاي هيجي يقول لي اذكر الاشتراطات الاستثنائية في مباني الحوائط الحملة في مباني الحوائط الحملة تمام في المناطق الايه الزلزلية ايه الحاجات اللي انت ممكن تستسنها في حدود المسموح انت ممكن تستسنها بس حاجات في حدود الايه المسموح بيها اللي هي ما تعرضش المبنى لضرر او تعرض اللي قاعدين في المبنى لضرر ايه هي الاستسناءات دي يا بش مهندس تعال نشوف اول استسناء من الاستسناءات دي قال لا يزيد ارتفاع الدور الواحد على 3 امتار قال لا يزيد ارتفاع الدور الواحد على تلات ايه قال لا الشرطات الاسسنية ما يزيدش الدور عن كام عن تلاتة متر اقصى حاجة يعني انت ممكن تعمل ارتفاع الدور اتنين تمانين اتنين سبعين اتنين ستين تمام غسسنا ان انت ما ترفعش بالدور بتاعك او تعلب الدور الواحد عن تلاتة ايه عن تلاتة متر ده اول ايه اول نقطة في الاستثناءات تعالى نشوف النقطة التانية ألا تزيد المسافة القصوى بين محاور الحوائط العرضية على خمس أمطار ألا تزيد المسافة القصوى بين محاور الحوائط العرضية على خمس أمطار يبقى في الحالة دي يا باشمونديس يعني ايه الكلام ده أنا عندي حوائط طولية عندي حوائط طولية اللي أنا وحضرتك وانت بترسم الرسمة بتاعتك بتعمل الحوائط بتاعتك فيه عندي حوائط طولية اللي هاتبشي قدامك رأسية كده في الاتجاه الطولي ده تسمع حوائط ايه؟ حوائط طولية هاجي بقى اروح قافل الحوائط الطولية دي عشان اربع الفراغ بتاع ده بحوائط عرضية من المحور يعني من نص الحيطة لنص الحيطة اللي هو في الاتجاه العرض ده يا باشمونديس ما تزيدش عن كم؟ ما تزيدش عن خمسة متر تب لو زادت ما ينفعش يا بشماندسين يبقى من الاستثناءات تاني عنصر ألا تزيد المسافة القصوى أقصى حاجة بين المحاور اللي هي الحواية العرضية عن إيه؟ عن خمس أمطار تعال نشوف النقطة رقم ثلاثة ألا تزيد النسبة بين البعد الأكبر إلى البعد الأصغر للمبنى في المسقة الأفقي في المسقة الأفقي على أربع مرات ألا تزيد النسبة بين البعد الأكبر إلى البعد الأصغر للمبنى في المسقة الأفقي على أربع مرات يعني ايه الكلام ده؟ أنا عندي المبنى لبعدين طول وعرض من المفروض أن الطول طول المبنى ما يزيتش ما يزيتش عن إيه؟ أربع مرات العرض طول المبنى ماشي؟ البعد الكبير وهذي البعد الصغير البعد الكبير ده ما يزيый عن البعد الصغير ده اقصر اقصى يعني اقصى حاجة تمام اربع مرات يعني هو مسموح لك ان هو يزيد مرتين مسموح لان هو يزيد تلات مرات اقصى حاجة يزيد لك ايه اربع مرات اربع مرات مين البعد الصغير اللي هو العرض يعني مثلا المسافة دي عشرة والمسافة دي خمسة يبقى انا مسموح لان انا قرر الخمسة في الاتجاه الطولي ده مسموح لان هي تقرر كام يا باش مهندس ايوا اربع مرات العرض اربع مرات يا المرة بكام بخمسة متر يبقى انا زودة خمسة عشر خمسة عشر عشرين ميت مسموح لان هي ايه اقصى حاجة تزيد ايه اربع مرات العرض تعال نشوف النقطة رقم اربعة لا يقل سمك الحوائط الحاملة عن متين وخمسين ملي ما يقل السمك الحيطة عن متين وخمسين ملي يعني كم كم سنتين خمسة وعشرين سنتين ما تقلش المساء ما تقلش الحوائط الحاملة في المباني الزلزلية عن خمسة وعشرين سنتين اللي هو سمك الايه سمك الالب رقم خمسة اللي تزيد مساحة الفتحات الفتحات اللي عندي ابواب الفتحات الابواب او فتحات الشبابيك عن كم على سلس مساحة الحائط على سلس مساحة الحائط الكلية يعني انا مسلا عندي الجنب بتاع الحيطة عندي الوقضة حجرة مثلا حجرة النوم او حجرة الريسبشن بدل بتاعتي طول الحيطة بتاعتي تلاتة متر يبقى انا عندي ما تزيدش فتحة الشبابيك او فتحة الحيطة اللي موجودة في الكتف ده اللي هو اللي هو طوله تلاتة متر عن التلت يعني ما تزيدش عن واحد متر عن واحد ايه عن واحد متر لو زادت ماينفعش ما تقلش تقلش في الاستثناءات يا بشمانت اقصى حاجة ان هو ايه تلت تلت مسافة الحيطة مسافة الحيطة مسلا افترضتها تلاتة مت يبقى ما تزيدش عن تلت التلاتة تلت الايه تلت التلاتة طب تعال نشوف المقطرة اللي بعدها رقم ستة قال لا يقل صمك الدراوي عن متين وخمسين ملي لا يقل صمك الدراوي عن متين وخمسين ملي وقال لا يزيد ارتفاع الدروة على سلس مرات الصمك لا يزيد ارتفاع الدروة على سلس مرات الصمك يعني ايه الكلام دوت بقى تعال نقول يا بشمانتس عند اولا الدروة ديت مكانها فين قلت لك يا بشمانتس اخر جزب عندي مثلا العمارة بتاعته عشر ادوار اخر دور عندي اللي هو السطح بتاعي سطح العمارة سطح العمارة دوت انا ما بسيبوش مفتوح كده هوت عشان مسلا ما فيش طفل يطلع مسلا فوق يروح باصس تمام اتقل حاجة في جسم الانسان اللي هي الدماغ ديت ممكن حضرتك وانت باصس من فوق تحصل بايه يحصل لك دوخة كده هوت تلاقي نفسك وقعت طب في الحالة ديت يا بشمانتس عشان احميك بعمل صور بعمل صور للسطح من ايه للسطح ده الصور ده بسميه دروة ارتفاع الدروة سمك الدروة الاول مايقلش عن 25 سنتر سمك الدروة مبدئيا مايقلش عن كم ده في الحوات الايه في الحوات الحاملة في الاماكن اللي هي الايه الزلزلية طيب في الحالة ديت يا بشمانتس اول حاجة السمك بتاعها مايقلش عن 25 كانوا كنا زمان بنعمل حيطة نص طوبة نص طوبة يعني 12 سنتر قالك لا يا بشمانتس سهلا ان هي مع الايه مع التموجات بتاعت الزلزال مع الهزة تروح تيجي الحيطة تروح ما ترجعش هتلاقيها وقعت وقعت مثلا على اي حد بتقدل الوفاء او اصابات مثلا ايه العربيات اللي مرصوصة تحت العمار يبقى يا بشمانتس لازم عشان اقمن اي حاجة تمام وقت الزلزال قدر الله بانه حاملين اقل حاجة ان انا عندي سمك الدروة اللي هو عرض الدروة مايقلش عن كم عن 25 طب ارتفاعها قالك تلت مرات السمك تلت مرات ايه السمك لو السمك 25 يبقى انا هطلع تلت مرات ب25 25 25 25 يبقى اللي ارتفاع دي يا بشمانتس كام 75 سنتر يبقى مايزتش عن كام مايزتش عن تلت مرات الايه السمك طب تعالى نشوف العنصر الرابع في حلقتنا الفتحات في الحواط العنصر الرابع الفتحات في الحواط يجب لما يجي يقول لي ما هي النقاط الواجب مراعتها عند تنفيذ الفتحات ما هي النقاط الواجب مراعتها عند تنفيذ الفتحات في الحواط الحملة في المناطق الزلزلية النقاط الواجب مراعتها عند تصميم وتنفيذ الفتحات في المناطق الزلزلية اهي النقاط دي يا بشمانتس قال لا تقل المسافة بين بداية الفتحة ونهاية الحائط عن واحد متر لا تقل المسافة بين بداية الفتحة ونهاية الحائط عن واحد ايه متر طيب ويمكن الاستثناء عن هذا الشرط بس في حالة واحدة لما تكون حضرتك عامل عمود في حالة تنفيذ عمود من الخرصانة عند ركن الحائط وبابعاد لا تقل عن مئتين وخمسين في مئتين وخمسين ميلي وتسليح طولي لا يقل عن اربعة فاي اتناشر متر وكانت لا تقل عن ستة فاي تمانية تمانية على المتر على ان يتم ربط هذه الاعمدة في الاساسيات والاسكف يعني الكلام ده تعال نعرف ونبسط الكلام ده يا بشمانتس قلت لك في الاول اهي دي الحيطة تمام? من بداية الحيطة لبداية الشباك من المفروض ان المسافة ديت المسافة دي لا تقل لا تقل عن ايه عن واحد متر لا تقل عن ايه يعني ما تقلش عن واحد متر من وش الحيطة لوش ايه? لوش الشباك بعد جدا الشباك بتاعي اللي هو ما يزيدش مسلا عن تلت Humans? عن تلت الحيطة قل له احنا متفافين مع بعض كده طيب في الحالة دية يبقى اول حاجة في النقاط الواجب مراعاةية عند تصميم الفتحات يبقى في الحالة دية باشماندس هنقول ايه? ان كل الكتف اللي موجود من وش الحيطة لبداية الشباك ما يقلش عن ايه? عن واحد متر. طب في السابتة? لأ ممكن نسسنا الشرط دوت بس في حالة ايه? لما يكون في الركن بتاع الحيطة بتاعي في الجنب ده عام العمود. العمود دوت ابعاده خمسة وعشرين في خمسة وعشرين. وكمان العمود دوت مستلح بحديث تسليح. الحديث التسليح الطولي. الحديث التسليح الطولي دوت اربع اسياخ يعني في كل رقن اركان بتاع العمود. تمام? بس تعمل كمان كتر ايه? والفاي اللي هو كتر كامه? كتر اتناشر ملي. كتر ايه يا شباب? كتر اتناشر ملي. طيب. ده بالنسبة للحديد الرئيس بتاع العمود اللي هو الحديد الطولي طيب بالنسبة للكنات الكنات دي هتربط لي الاربعة السياق اللي هي الطولي دي بروح عامل حزام كده الحزام ده بنسميه كان الكنات دي في المتر الواحد لازم يكون في ست كنات المتر الواحد من العمود يعني انا عندي ارتفاع الدور 3 يبقى في كل متر من الكناتة يبقى في ست في ست كنات المتر التاني في ستة المتر التالت في ستة يبقى انا عندي الارتفاع العمود دوت في ارتفاع العمود اللي هو 3 متر في كم كانة 18 كانة 18 ايه 18 كان ومش بس كده ده عندي الكندية الكنة دي قطرها 8 الدايرة بتاعت الكنة بتاعت دي او سمك الكنة ديت سمك الحديد بتاع الكنة ده 8 فاي اللي هو القطر بتاعي 8 ملي متر ده بالنسبة للي سيسنا ان انا اعمل ايه لفتحة الشباك ما تقلش ايه ما تقلش من الحيطة ما تقلش من الحيطة اللي بدايت الشباك عن ايه عن واحد متر طب تعال نشوف النقطة التانية في النقاط الواجب مراتيه عند عمل الفتحات تنفيذ اعتاب للفتحات بعرض يساوي عرض الحائط تنفيذ اعتاب للفتحات بعرض يساوي عرض الحائط على ان لا يقل ركوب الاعتاب عن 300 متر من كل جانب بالنسبة للمنطقة ذات الشدة الزلزالية الاولى والثانية ولا يقل الركوب عن 400 ملي بالنسبة للمناطق ذات الشدة الزلزالية السالسة والرابعة والخابسة كلام كبير تمام طيب تعال نبصته مع بعدي كده قلتلك ايه يا باش مهندس عندي الشباكة هو البنة وهو شغال طلع بالكتف اليمين عندي طلع بالكتف الايه الشمال طب عايز بقى اقفل الشباك من فوق لازم نحط فوق الفتحة دي من فوق لازم نحط عتب من الخرصان لازم نحط عتب منين عتب من الخرصان قالك يا باش مهندس اولا عرض العتب ده اللي هو عرض العتب ده لازم ان يكون عرض الحيطة يعني عرض الحيطة خمسة وعشرين يبقى عرض العتب خمسة وعشرين مسافة الركوب اللي هي هتخش انا عند الفتحة هي الفتحة هي لازم ان العتب ده يخش في الحيطة هنا المسافة دي بسمها مسافة ركوب مسافة الركوب ديت في المنطقة الاولى لشدة الزلزال الاولى والتانية ما تقلش عن كم ما تقلش عن تلتميت ملي يعني كام يا هأستاذ تلاتين سنتي مسافة الركوب هنا تلاتين ومسافة الركوب هنا ايه تلاتين طب المسافة مسافة الشباك ده واحد متر يبقى انت هتجيب العتب طوله كم متر اللي هو طول الفتحة متر زائت تلاتين تلاتين ركوب يمين وتلاتين سنتي ايه ركوب شمال يبقى طول العتب هنا بقى طوله كام متر وستين يبقى حضرتك بتروح للراجل وتقول له انا عايز عتب طوله اديها باش موندس متر وستين. عدده مسلا عدد الشبابيك اللي هو طولها كام? واحد متر. ده بالنسبة للمنطقة الايه? من من منطقة شدة الزلزال فيها المنطقة الاولى والايه? والتانية. طيب في المناطق بقى التالتة الرابعة الخمسة بالنسبة للايه? المناطق الزلزالية في الحالة دي. مسافة الرقوب هتخش هنا اربعين وما ايه? وهتخش هنا ايه? اربعين. يعني انا عندي الشباك واحد متر. هيركب العتب هنا يخش جوه الحيطة هنا كام? اربعين سنتي. وهيخش الجهة التانية كام? اربعين سنتي. يبقى هنا في الحالة دي طول العتب بقى كام? متر زائد اربعين ركوب يمين زائد اربعين ركوب شمال. يبقى طول العتب هنا كام? ايوه? متر وتمانين. تمام كده? يبقى انا عندي في المناطق الاولى في المناطق الاولى هيبقى مسافة الركوب العتب. سمك العتب. متفقين مع بعض. سواء اولى تانية خمسة. تمام? مسافة العتب قد ايه ايوه عرض الحيطة عرض الحيطة 25 يبقى عرض العتب 25 عند عرض الحيطة 38 يبقى هو 38 عند طول العتب 30 سنتي مين 30 سنتي ايه 40 سنتي في المنطقة الثالثة الرابعة الخمسة 40 يمين 40 شمال وكده للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وهنكمل ان شاء الله بقية العناصر اللي هي العنصر الخامس في الحلقة القادمة ان شاء الله والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته